السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بكم أحبائي في هذا البرنامج برنامج آيات تتلى الموسم الثاني هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى فكرته الرئيسية ببساطة أن احنا بفضل الله بنتعرض لآيات بصورة متكررة في بعض آيات القرآن بتتكرر على مسامعنا الإشكال أن التكرار ده زي ما هو ميزة بيثير معاني داخل القلب وداخل نفسه العقل أحيانا الإنسان بيحصل له نوع من الف العادة فبقى مثلا زي مثلا بفضل الله احنا في رمضان في صلاة الترويح بيقول الله أكبر وبنستنى الصورة اللي هيقرأتهم وبنتجاوز صورة الفاتح أو مثلا اللي بيصال الفجر في مسجد فجر الجمعة في مسجد بيكرر صورة السجدة وصورة الإنسان أو صورة الأعلى وصورة الغاشية الصورة الكهف وصورة الجمعة الصور اللي بتتكرر على مسامعنا كثيرا بفضل الله مع موقع الطريق إلى الله فكروا إزاي نحنا نعيد هذه المعاني مرة أخرى إزاي المعاني الإيمانية المبتوسة في هذه الصور اللي أصلا التكرار فيها سر يعني معنى إن الشارع يسن لنا إن إحنا نكررها كتير أكيد فيها معنى مش معقول للربنا سبحانه وتعالى جعل لنا إن إحنا نقرأ صورة الفاتحة أو صورة السجدة أو صورة الأعلى كده عبثا أكيد فيها معاني مهم من الإنسان يكررها زي بالضبط التكرار في الأذكار زي سبحان الله وبحمده مئة مرة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له مئة مرة أكيد في معاني مهمة الإنسان لابد إنه يراجع عليه وبدون هذه المعاني الإنسان قد يضيع قد ينسى معاني محورية في الشريعة معنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الموسم إن شاء الله هكون معكم وهنشرح صورة الفاتحة صورة الفاتحة طبعا الواحد أصلا متهيب إنه يتكلم في هذه الصورة العظيمة لذلك إحنا هنكون صورة الفاتحة يعني هنقول كده مقتطفات سريعة حول الصورة في حلقتين إن شاء الله الحلقة من ربع إلى الثلت ساعة هنتكلم عن صورة الفاتحة طبعا صورة الفاتحة كتبت فيها كتب بل بعض العلماء قال إن أكتر صورة كتب فيها كتب ومؤلفات وشروحات وأطول ما كتب قيل في صورة الفاتحة وبعضهم قال صورة يوسف ويعني بعضهم قال كمان صورة الكهف لأن الصور دي بتتكرر والعلماء كتبوا فيها كثيرا لكن عند العد وخاصة ان الرسائل اللي اتعمل بقى سواء ماجستير او دكتوراه او اللي كتبت في الهدايات ومعاني الايمان سورة الفاتحة فيها كتب كثيرة جدا الواحد هو قاعد حتى بيحاول يحضر كم الكتب اللي موجودة سورة الفاتحة كثير جدا وان شاء الله حاول في اخر الحلقة او الحلقة التانية اقول لكم على بعض المراجع نرجع عليها ان شاء الله لذلك حتى كان العلماء لما يبدأوا التفسير بيستفتح بسورة الفاتحة ويكون دايما المفسر في الاول كده لسه ايه لسه ما تعبش من طول التفسير ونفسه كده بخيره في الاول فبيكتب يستفيد في سورة الفاتحة لان الرازي مثلا كان بيقول ان عنده الف مسألة في سورة الفاتحة يعني عنده تساؤلات وتدبرات او اشكاليات دور لها على حل او هدايات في السورة ممكن انتصر الى الف فائدة من سورة الفاتحة انت متخيل؟ فسورة الفاتحة سورة عظيمة طيب التخصيص اللي ورد في سورة الفاتحة هل ده اجتهاد من العلماء؟ يعني هل هم العلماء قاعدوا يفكروا كده؟ يقولوا احنا عايزين صورة نركز فيها ونكتب فيها تفسير كتير ده اجتهدوا؟ ولا اصلا احنا الشارع هو اللي وضع لنا هذه الخصوصية؟ عندنا حاجة في القرآن وفي كتاب حتى بالاسم اللي انا هقوله ده اسمها خواص القرآن الكريم وفي كتاب بالاسم ده كتاب جيد ارجو ان انتوا ترجعونه اول كتب اللي بعنوان الاحاديث والاثار الواردة في فضائل الصور في برضو اكتر من كتاب بهذا العنوان بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا مش بنكتهد احنا مش بنقول والله احنا شايفين صورة السجدة ينفع نقراها فجر الجمعة وشايفين والله ان صورة الكهف نقراها كل اسبوع ده مش بمزاجنا هذا بامر من النبي صلى الله عليه وسلم فصورة الفتحة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا ان ده اعظم صورة في القرآن والعجيب العلماء اللي تتبعوا الاحاديث اللي وردت في كلمة اعظم سورة في القرآن وجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المعنى ده الاكتر من صحابي بعضهم قال ان ده لابو سعيد ابن المعلم بعضهم قال لاباية ابن كعب وارواية عن انس وارواية عن جابر وبعضهم عن بعض الصحابة لدرجة ان حجر قال الامر ده تكرر مع اكتر من صحابي بل تقريبا تقريبا يعني نفس الموقف حصل مع صحابيين اتنين وابن حجر قال عشان نجمع الموقف ده تكرر ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاعد في المسجد وينادي على صحابي وبعدين عايز يدي للصحابي هدية فيقول للصحابي لأخبرنك قبل ان تخرج من المسجد بأعظم صورة في كتاب الله فتخيل الصحابي كده هبا يعرف اعظم صورة في القرآن تخيل لو انت مكان الصحابي تتفكر اعظم صورة البقرة بتين ستة وتمين اية ولا الصورة فيها سجدتين زي الحج على حفصة عمدنة مثلا ولا الصورة مثلا اللي بدأ بالحمد الله زي الانعام وطويلة انت قاعد تفكر ايه اعظم صورة فالصحابي قاعد يفكر وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم ظل يحدثه الموقف ده حصل مع ابو سعيد وحصل مع ابو سعيد وحصل مع ابو ابن كعان فالنبي صلى الله عليه وسلم ظل يحدثه وضع كفه في كفه تخيل الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش وإنبي صلى الله عليه وسلم قال له هقولك قبل ما نخرج من المسجد فهو قاعد يقرب يقرب هيخرج من المسجد فصحى الله يقرب رسول الله احنا هنخرج انت ما قلت ليش اعظم سورة فقال لأبي سعيد في رواية اعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة ام الكتاب السبع المثاني في رواية عباية ابن كعب قال له السورة دية اللي هقولك عليها والذي نفسي بيده ما انزل في التوراة ولا الانجيل ولا الزبور ولا الفرقان مثلها انت متخيل يعني يقول له انا هقول لك سورة مش موجودة في اي كتاب سماوي سبق ولا حتى في القرآن دي اعظم سورة مطلقا التهيئة دي انك تهيئ نفسك انك تسمع اعظم سورة طب ما نركز معها طب ما اكيد اعظم سورة في القرآن اللي هي الفاتحة وتسمت السبع المثاني وهنقول للوقتي وتسمت ام الكتاب بعض العلماء جمع الاسماء التي قيلت في سورة الفاتحة وصلهم لحاجة وعشرين زي المهم السيوطي في الاتقال وبعضهم وصلها لتلاتين او حاجة وتلاتين زي ببصير زاوية التميز يعني بعض العلماء قاعد يجمع الاسماء سورة الفاتحة بس تخيل لو احنا اخترنا مثلا حاجة وعشرين اسم لسورة الفاتحة انت متخيل وكان العرب دايما يقولوا ان الشيء لما ياخد اسماء كتيرة يبقى ده شيء مهم فتخيل كلام الله سبحانه وتعالى حينما يخص الله سبحانه وتعالى هذه السورة باسماء كثيرة سأردت عن النبي صلى الله عليه وسلم او ذكرها الله في القرآن او اردت عن بعض الصحابة او حتى اكتهاد فلما تسمى ام الكتاب والرقية وانها شفاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الحديث صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي والعلماء قالوا هنا زي المهم النوي قال الصلاة هنا المقصود بها سورة الفاتحة انت متخيل طيب احنا اصلا عشان نعرف احنا هنتكلم ازاي احنا عندنا لما نيجي نتكلم عن سورة الفاتحة هنقسم الكلام نصين نص عن الفضائل وده جزء كبير ده عايز حلقات بس احنا نحاول نختصره وجزء عن المعاني يبقى احنا الكلام عن سورة الفاتحة جزء عن الفضائل وجزء عن المعاني طبعا عشان هم حلقتين بس اللي هنتكلم عن سورة الفاتحة والوقت قصير فانا احيل الى كتب ترجعوله اللي بابني كثير عما تيجي تقرأ كده في تفسير من الكثير عايز تقرأ المختصر ما فيش مشكلة افرد الاول مجموعة احاديث قبل ان يدخل في تفسير سورة الفاتحة مجموعة احاديث كتير جدا في فضائل سورة الفاتحة او لو عايز ترجع لكتاب خواص صور القرآن الكريم او خواص القرآن الكريم عمل فصل طويل جاب ما يقرب من تلتاشر حديث صحيح عن سورة الفاتحة وبعض الاثار الصحيحة ايضا ثم شرحها شرح مبسط طبعا انا مستحيل اعمل كل ده معاكم لكن لما جاب كل حديث واعد يفصل في الكتب اللي اتكتبت في فضائل سورة الفاتحة كتير جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ام الكتاب ام الكتاب يعني ايه الام بمعنى الاصل يعني انت قبل ما تدخل المصحف عايز مراجعة سريعة عايز فهرس عايز مجمل المعاة عايز تعرف الكتاب ده بيتكلم عن ايه يعني انا داخل القرآن افرد واحد لا يبحث عن الهدى واحد داخل كل طموحه طموحه دنيوي فقط واحد يبحث عن الشهوات فقبل ما تقرأ الكتاب احنا بنقول لك اقول الله سبحانه وتعالى هذا اللي الملخص السبع آيات اللي في سورة الفاتحة ده ملخص مجمل ما في القرآن لو المعاني اللي في سورة الفاتحة دي انت مش مهتم بيها خلاص ابا انت ما تهتمش بالقرآن المعاني التي ذكرت مجملة في سورة الفاتحة ذكرت مفصلة في القرآن لذلك عجبني جدا اسم كتاب من الكتب اللي تكلمت عن الفاتحة وكتاب جيد حقيقة اسمه الاسلام في سبع آيات اسمه الاسلام في سبع آيات وبالفعل نحن عملنا محاضرة برضو مع موقع طريقة الله كان اسمها مركزيات الوحي حاولنا نشرح الوحي بتكلم مجملا عن ايه ايضا من سورة الفاتحة اول معنى مهم نخرج به ان سورة الفاتحة فيها مجمل ما ذكر في القرآن الملخص قبل التفاصيل المجمل قبل التفاصيل موجود في سورة الفاتحة ايه ده ده الموضوع مهم للدرجات دي اه الموضوع مهم هي ام الكتاب هي السبع المثاني سبع آيات طب ليه يعني ايه مثاني بعض العلماء قال مثاني لان فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يحب الحمدة سبحانه وتعالى ويحب المتح زي ما نيجي في الحمد لله رب العالمين بعضهم قال سبع المثاني من التثنية اي انها تكرر انت بشو اخد بالك ان الصورة اللازم اجباري تقرأها في كل ركعة وبدونها تبطل الركعة وتبطل الصلاة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بدونها بدون صورة الفاتحة فالصلاة خداج خداج يعني ايه يعني ناقصة يعني انت حياتك من غير الفتحة ناقصة وصلاتك من غير الفتحة ناقصة وطريق الوصول لربنا من غير الفتحة ناقص في معاني مهمة لو انت ما استفدتهاش من صورة الفاتحة لن تصل الى الله سبحانه وتعالى الطريق ناقص عارف لما تيجي طريق متسفلت وبعد كده فجأة الطريق قطع الطريق لك فين بقيت الطريق انت بدون صورة الفاتحة وبدون معاني صورة الفاتحة الطريق مقطوع لذلك الحديث وان كان في سنة ضعف لكن مشهور بين اهل العلم وبيبدأوا بيه كثير من كتبهم ان اي شيء لا يذكر فيه اسم الله فهو ابتر انك تبدأ اي حاجة من غير ما تقول باسم الله في الاول ابتر فحياتك بدون الفاتحة حياة مبتورة حياة مقطوعة حياة خداج حياة نقص طبعا كل اسم من اسماء صورة الفاتحة لما عاد لكن احنا اخترت بس امه الكتاب ان الامه بمعنى الاصل والمرجع وانها سبع المثاني لانها تكرر وقسمته الصلاة بيني وبين عبدي ده نتكلم فيه واحنا بنشرح مع بعض ايات صورة الفاتحة بقيت الاسماء وانها رقية وان الرقية واحد معتقد ان الرقية مثلا لما تسخن او بطنك توجعك لما تيجي تشوف الحادثين ايضا مذكرين في الكتب الفضائي حادثين ورد فيها ان الفاتحة رقية واحد الصحابي قيل انه ابو سعيد الخدري كان بيرقي الاولان من ايه من لديغ يعني تلدغ عقرب لدغ والسم صار في جسده والتاني في بعض الروايات انه كان معتوها قيل كان مجنونا وقيل مسه الجن وقيل في رواية حسن الشيخ الالباني كان موثوقا في الحديد انت متخي يعني ربطين واحد لانه مجنون ربطينه في الحديد واحد معتوه واحد لديغ انا عايز اقولك انه ممكن حتى الان الطب اللي اجي تحلل لهؤلاء فالاولين راح الصحابي فقرأ عليه الفاتحة فقام والثاني قرأ عليه الفاتحة وكرر عليه فقام وكأنما نشط من عقال فاتحة تزيل اثر السم من البدن فاتحة تعيد العقل لانسان اذا كان هذا اثر الفاتحة الحسي فما بالك اثر الفاتحة المعنوي انت متخيل انت متخيل لذلك من القيم في زاد المعاد كتب اربع خمس صفحات فاثر الفاتحة مبهر كلام مبهر فعلا يريد ترجع له كلام في قمة الروعة ازاي ان اثر الفاتحة الذي ازال السموم من الجسد فكيف باثر الفاتحة ان يزيل الشهوات والشبهات وقال لا يقبل على الفاتحة احد الا وصرفت عنه كل بدعة وصرف عنه كل شهوة لكن الإشكال في نحن الفاتحة هي شفاء هذه الفاتحة لكن الإشكال في من يقرأ الفاتحة الفاتحة كما هي لم تتغير إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون الإشكال في تعاملنا نحن مع سورة الفاتحة إذن دي نظرة سريعة عن الفضائل التي ذكرت في سورة الفاتحة وكيف يكفي فقط أنها أعظم سورة في كتاب الله وليس في القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور مثلها وأنها أم الكتاب وأنها السبع المثاني وأنها رقية وسميت بالصلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي وفي أسماء كثيرة وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار عن الصحابة في أسماء سورة الفتحة طيب تعالوا بقى أن يبدأ قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الخلاف مذكور في كتب التفسير هل هي آية ولا ليست آية من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سورة الفاتحة أنت بتستفتح المصحف سورة الفاتحة هي النجاب سورة الفاتحة بدونها ليس لك صلاة فسورة الفاتحة بدونها ليس لك وصول إلى الله سبحانه وتعالى هي أم الكتاب ركز سورة الفاتحة عايزة تركيز ليه عايزة تركيز؟ لأنها سورة مجملة كل القرآن التفصيل اللي ذكر في القرآن مجمل ومركز في سبع آيات معنا في سورة الفاتحة المركزيات الأساسيات المعاني الأساسية المبثوثة في القرآن موجودة في سورة الفتح لأنك انت في كل ركعة قبل أن تقرأ أي آيات أو أي سورة تقرأ الأول سورة الفتح بتراجع الأول المجمل وعندما تختار معنى تفصيلي من المعاني التي وردت في القرآن تقرأها بعد سورة الفتح طيب يبقى أنا بأتي عايز عايش مع سورة الفتح يعني دي سورة أنا هكررها بل أنا بالعكس في الحقيقة أنا بكررها كتير جدا في كل ركعة لكن للأسف مع كتر التكرار أنا ما بفقش غير مع كلمة آمين ويدخل بعد كده بقى على الايه على الصورة أنا بنسى أصلا يعني وقف اتعودت حتى أنا ما أجل صلي أنا أحيانا أقول إيه ده هو أنا قريت الفتحة لأ وكون قريتها وما قال لي الوسوسة دي بيجي ليه لأن أنا لساني متعود خلاص والحمد لله آمين أنا مش حاسس بالمعاني أنا لا أشعر بقيمة كلمة اهدنا الصراط المستقيم لا أشعر بهذا المعاني فاحنا عايزين النهاردة بس نفتح كده بعض الآفاق مع هذه المعاني عشان لما نيجي نكرر الصورة نعيش مع هذه المعاني قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه الباء باء مصحبة أو باء استعانة يعني أنا من أول لحظة بقول لي يا رب ما تسيبنيش أريد أن أصحب اسمك طوال القرآن ومن أول لحظة بقول لي رب أنا بستعين بك يا رب بسم الله وأستفتح بسم الله سبحانه وتعالى وأخص اسمين من الأسماء ولست أنا من فعلته ذلك بل ربي سبحانه وتعالى والذي علمني الرحمن الرحيم دي البسملة وده مش يعني طبعا قول معتبر جدا نيامن الفاتحة ويفضل أنك أنت تقرأها حتى تخرج من الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي انت مستحضر أن دي الصورة الوحيدة اللي لما بتقرأ آية يرد الله عليك يعني ده مش موجود في سورة الكهف مش موجود في سورة يوسف مش موجود في سورة البقرة سورة الفتاحة فقط حينما تقول الحمد لله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي الرحمن الرحيم يقول الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي مالك يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى فوض إلي عبدي وفي رواية مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله سبحانه وتعالى هذا بيني وبين عبدي هنا فيه سر إياك نعبد وإياك نستعين هنا فيه سر هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إلا يطلبه بعد المقدمة دي لعبدي ما سأل فيطلب فورا خلاص هو وصل اهدنا الصراط المستقيم طيب احنا اتكلمنا عن الفضائل تعالوا بقى نقول كده سورة الفاتحة أنا عايزك تدخيلها كده افردها قدامك كده سبع آيات يبارة عن إيه سورة الفاتحة يبارة عن مقدمة من الثناء ثم بعد ذلك نهاية بالدعاء يذلك يا أمين نوي قال يعني إيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي القسمة الفاتحة إلى نصفين نصف ثناء ونصف دعاء يبقى تاني الحلقة احنا هنتكلم اول حلقتين فضائل ومعاني كلمنا على الفضائل سريعا المعاني في نصف ثناء ونصف دعاء الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ده الثناء بعد كده في جملة في المنتصف بتحدد الوجهة وبتحدد القبلة وبتراجع التعريف بتاعك إياك أنا أعبده وإياك أنا أستعين دي الفاصل ما بين الثناء وبين الدعاء اهدنا الصلاة المستقيم يعني كل الفاتحة دي اللي هي أعظم صورة وأم الكتاب والسبع المثاني والرقية والشفاء والكافية والأسماء الكتيرة اللي اتقالت والصلاة كل الأسماء اللي اتقالت دي كل ده عبارة عن الملخص أنا عايز أطلب من ربنا الهداية يعني كل العظمة دي وكل أعظم صورة في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان عشان كلمة إهدنا وإن اللي قبلها مقدمة الإهدنا أنا عايزك تتخيل لو أنا قلت لك انت ليك دعاء واحد لازم تطلبه في كل صلاة تطلبه في كل ركعة ولازم تكرره هو طلب واحد لو إحنا اللي كنا اختارنا كممكن اختارنا غلط ربنا هو اللي اختار لنا لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم الخير لنا ربنا يعلم مدى حاجتنا للهداية ربنا يعلم قدي إحنا ضعفاء وقدي إيه الشياطين بتحيط بنا شياطين الإنس والجن وقدي إيه إن إحنا ممكن نسقط فيه سبل الضلال وقدي إن الإنسان ممكن تغلبه شهوته أو يقع في شهوة أو يقع في شبهة فالإنسان محتاج للهداية لدرجة إن لازم يطلب الهداية في كل ركعة ولازم يطلب الهداية في كل صلاة محتاج لنا حبب الله إلينا سورة الفاتحة بهذه الفضائل عشان إحنا محتاجي للهداية لكن ليس هناك طلب بدون مقدمات هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى كيف ستدخل إلى باب الملك وتطلب هذا الطلب العظيم طلب الهداية الذي يحقق لك الخلود في الفردوس الأعلى الذي يحقق لك الخلود مع الذين أنعم الله عليهم ده طلب عظيم فلازم مقدمات وعلى قدر الطلب وعيضاً الطلب تكون المقدمات عظيمة وتكون المقدمات مركزة إيه هي المقدمات اللي أنا ببدأ بها الدعاء وإيه تفاصيل الدعاء ده بإذن الله سبحانه وتعالى اللي أنا أشرحه في الحلقة القادمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في فهم كتابه والعمل به أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة